اهلا بكم المعركة مع الارهاب مستمرة 18 شهيد مصري من خيرة ابناء مصر جادوا النهاردة بارواحهم في العريش هل هذا الخبر هو اخر خبر هنسمعه في حربنا مع الارهاب الاجابة لا هل سيسقط شهداء مرة اخرى ثانية وثالثة وربعة نعم الاجابة نعم الاجابة ليست بالنفر انت بتخوض كدولة ومفروض كشعب حرب قزرة حرب مع الارهاب والارهاب لن ينتهي بين يوم وليلة وما فيش ارهاب ينتهي بمثل هذه الامور يعني لو اخلال شهر تقدر تحدد وقت زمن للقضاء على الارهاب كان الارهاب انتهى في كل دول العالم الارهاب موجود النهاردة في كل الدول في اوروبا في امريكا النهاردة حادث ارهابي بشعة واكثر ما في بشعته هو عدد الضحايا وعدد الشهداء اللي سقطوا النهاردة 18 شهيد بتقعد تسمع بقى شوية اراءة امنية كده يقولك ايه اصل الحادث الارهاب اللي واقع النهاردة جاء ردا على عملية امس اللي احنا عرضناها مبرح في المصر في هندي لما الدخلية نجحت في قتل عشرة من الارهابيين في ارض اللي هو لا طبعا رأي الشخصي لا يوجد رابط بين حادثة اليوم وحادثة امس لسبب بسيط حادثة الارهابية اللي وقعت النهاردة في العريش حادثة كبيرة حادثة تحتاج الى تخطيط متابعة مراقبة عملية ممكن الاعداد لها يستغرق اسابيع مش انت قتلت مبارح عشرة ارهابيين يبقى بعدها بساعات هينجحوا في اسقاط 18 شهيد لك وبالتالي احنا مش عايزين التحليلات الامنية او اللي البعض بيراها تتعلق بالامن تتسم بهذا القدر من البساطة او السطحية لا انت امام تنظيم داعش الارهاب الدولي اللي اعلن النهاردة عن مسؤوليته عن الحادث داعش النهاردة اعلنت عن مسؤوليته داعش اه بتلفز انفسها في مناطق كبيرة في العراق وسوريا والسؤال اللي احنا علينا نسأل انفسنا ليه هو عندما يتم تطهير غالبية الاراضي العراقية اللي بيسيطر عليها تنظيم داعش الفرين دول هيروحوا فين اي مساحات بيتم اخلاقها وتطهيرها من دانس داعش في ليبيا الارهابيين دول هيخرجوا هيروحوا فين هيستقروا فين مين اللي بيوفر لهؤلاء الارهابيين المسارات علشان يفتحوا صغرات داخل الجسد المصري او التراب المصري علينا ان احنا نلتفت لده ما هما الارهابيين دول بيتركوا لك مساحة في العراق خلاص هيربوا عندما يتم تأمين خروج اكتر من 300 ارهابي داعشي منذ عدة ايام في العراق تحت ما ظلت بعض الدول الرعية للارهاب دول بيروحوا في مسارات فين من تركيا لسوريا لمصر ويستقروا عندنا فالنتيجة هي حادثة ارهابية زي اللي وقعت النهاردة يبقى احنا علينا نفكر عندما يتم تطهير اراضي عراقية سورية ليبية من تنظيم داعش الارهابي يبقى المحطة القادمة انهم يوفروا ملازات امنة او ضروب يسهل اختراقها لهؤلاء الارهابيين الى مصر يبقى هنا نحتاج الى اليقظة ايضا عايز الفة انتباه كافة اجهزة الدولة المصرية كافة الاجهزة كمواطن مصري اجهزة الامن القومي كلها امن وطن المخابرات حربية وعامة الداخلية المصرية الجيش المصري من هنا لحد الانتخابات الرئاسية القادمة خلال 9 اشهر انا اتوقع اتوقع بان هناك عدة حوادث ارهابية ممكن تقع على مطار التسعة شهور دول يزعزع لك الامن والاستقرار في البلد يعمل لك تقليب رأي عام منت داخل تحقق استحقاق انتخابي كمان تسعة شهور اعلى منصب في البلد رأس الدولة رئيس الجمهورية هل الامور دي هيعدوها كده بتسعة شهور دول سكتة لا علشان كده احنا محتاجين مزيد من اليقظة يقظة عند المسؤول عن الامن في مصر وهو ليس شخص دول اجهزة ويقظة ايضا عندك كمواطن توقع التسعة شهور الجاية مستهلين في ظل الخروجات والتطهيرات اللي بتتم من الاراضي العربية لتنظيم داعش حط معا ان انت ايضا بتحارب الارهاب بقوة في بعض بقره عليك ان انت تحلل الحادث اللي حصلت مبارع الارهابيين تمركزوا فين تمركزوا في ارض اللي هو في حي شعبي في قلب العاصمة الارهابيين النهاردة مش متمركزين في سينة فقط لا نجحوا في التسلل لمثل هذه المناطق رائع جدا من الامن المصر واستحق التحية انه هو ينجح في الرصد وجمع المعلومات والوصول الى الارهابيين فهمش شك ده ارهابي بيواجه قوات امن مصرية بالرصاص بالزخيرة حجم المضبوطات باهم كالرهيب عمليات التفكيك المستمرة للخلايا الارهابية دي بيتم على قدم وساق هنا اللفعون الامن المصر بكل عناصره جيش شورت ده مخابرات هي حرب صعبة جدا وحرب عنيفة وانت لن تستطيع ان انت تنجح ان تصل الى تحقيق اي انجازات على الارض وهتتساب مش بالنظرية المؤامرة ما بتكلمش ولا مؤامرات ولا الكلام بس هناك حرب بينك وبين الارهاب علينا ان نلتفت لده طبعا خالص التعزية نرسي انفسنا نعزي انفسنا في شهداء اليوم الثمنتاشر بيدي اتمنى ان انا يعني اقبل يد كل زوجة النهاردة فقدت زوجها كل ام كل اب فقط ابنه النهاردة لكن نحسب الله نحسبهم عند الله الذين سقطوا اليوم شهداء فعليين في الفردوس مع الصدقين والانبياء نتمنى طبعا ونسأل لهم الجنة ونسأل لاهليهم الصبر والسلوان لكن نرجع تاني ونحلل ونشوف ناردة داعش هي اللي بتعلن ده بينما انت داعش بتتراجع وتتقاقر في بعض الدول العربية زي العراء هل هيبدأوا يتوفر لهم ملازات وطرق امنة للداخل المصري ماذا ستفعل الاجهزة المصرية جهزة الامن المصري وجهزة المعلومات المصرية مع هؤلاء خليني اخد تفاصيل اكتر من خلال مدخلتي مع دكتور اهاب يوسف الخبير في مجال الارهاب الدولي مساء الفل دكتور اهاب مساء الفير محمد بيه وتحياتي تحدياتك والشعب المصري وتعزين لأسر الشهداء والمصريين كلهم ونظرات الدخلية ايه ابرز ملاحظاتك على العملية الارهابية اللي تمت اليوم هل فيها جديد من ناحية التكتيك عند الارهابيين العملية اللي تمت النهاردة مشابهة لبعض العمليات اللي تمت قبل كده بس مختلفة ببعض النواحي اولا العملية تستهداف وعملية استهداف للمساعدين ودي ما كانتش كرارة بقير مرة واحدة فيه كرار الكواضيس نعم انما بصفة عامة احنا لو بصينا هنلاقي اللي هم الفلسومات الاتبائية بقيت اشرط في العملات بتاعتها بقى الرد بتاعها او محاولة الاستهداف فيها نوع من التخطيط اللي بينم عن تدريب بس انا عايز اشير الجزء المهم حيكون تتتفضل عندها ملازات امانة مصر لا انا بقول لحياتك ان لا اقولك واحدة انما الموجود عندنا مزايا هناك صغرات في الشدود بيتم استهدافها وبتم النفاذ منها الى داخل الكمورية او الى تخير بالذات وبيقوموا بالعملات بتاعتها في بعض الناس ربطت بين العملية اللي تمت النهاردة وسقط فيها شهداء من انبت رجال مصر بالحادث بالعملية التطهير اللي تم مبارح في ارض اللواء انا استبعدت ده دكتور اهابي لان عملية النهاردة تحتاج الى تجهيز كبير بالضبط بالضبط بشكل حياتك علي لان انا عايز اوضح للناس ان ما عندناش التنظيم القول اللي يقدر يخطط وينفذ كل ده في خمس دقائق ولكن ده مش معناها ان احنا ما عندناش الشعبية والنصرية ده مش معناها ان احنا نقف ونغل يدينا فعلينا ان احنا نشتغل ونشتغل بجد ونأيد قوات مسلحة والشرطة في الموجود اللي هما بيقوموا عمالات التطهير عمالات طيبة عندنا احتمال يكون فيه مازال بعض الاستغلال الانفاء في عمالات الالهاب وهنا ييجي دور التعاون الدولي وييجي دور الضغط على حماس للتسليم فيه الصحة الدولية وفيه عقبات موجودة او فيه نوعا من القطبة اللي بتتم حوالين قطر وبعض الدول اللي بتمون الارهاب فحنا في عالم متغير وحياتك كنت اشرت الدافة اكتر من مرة في برامتك ان الحركة العالمية النهاردة لازم هينتج عنها اللي بيحصل ده والدولة اللي هتقدر تصد وتقف للفترة الاطور هي اللي هتندر تنجو بعد كيه بشعبها ان شاء الله ونكون نموذج للدول كلها فيه التقدم المعنوي والاجتماعي والثقافي والاقتصاب اللي هنعملون ان شاء الله خليني ارجع لحادثة امبرح حادثة امبرح يعني فجينا ان الارهابيين موجودين في واحد من اكثر الاحياء شعبية ارض اللوة ده متوقع لان هما في الاخر نحضر الارهابي ده نوع من اثنين اما ان هو ارهابي تنظيمي وبالتالي هو سابع تنظيم معايد وجاي ينفذ عملية وحنا شفنا قبل كده عملات تمت داخل العاصمة يعني شفنا عملية اختيار النقب العام ومحاولة اختيار النقب العام بعدها ده تم داخل الجمهورية وتبجير مديرات امن الطهيرة فما نقدرش ننكر ان احنا عدنا تنظيمات النهاردة الفكرة ان اجهزة الامن ابتدت تحصل على معلومات استباقية وده شيء طيب طبعا في نقلة نوعية فعلا بزد فقدم علاق الخطوط بتانيت تلمس مع بعضها وخلي بقى حالتك ويهمني جدا ان انا اسمن على ده قدام السادة المشاهدين وياديت كلنا ندعم ده الاجهزة الامن استهدفت بقسوة في 2011 وتقطعت كل الخيوط اللي بينها وبين التنظيمات الارهابية وعملات الرص والربط والتوصيل ما كانتش موجودة فالنهاردة اجهزة الامن كلها تقدر تعمل ضربة اصطباقية في تنظيم الارهابي قبل ما يقامل عملات بتاعت ده معناه ان احنا اصبح عندنا كوسئ من المعلومة وده طيب جدا ازاي نقدر نكمل ده وندعمه ده دوري انا لحضرتك اولا حياتك من خلال دعمك النفسي والمعنوي والاعلامي وتوعية المواطنين واحنا كمواطنين نحنا ندل المعنوات اللي عندنا لجهزة الامن في اعرف وقت كل ما كان عندنا معلوم بشكرك دكتور اهاب يوسف الخبير في مجال الارهاب الدولي كل الدعم المعنوي ما نقدمه كمواطنين لكافة اجهزة الامن المصرية في حربها القوية ضد الارهاب اللي سقطوا شهداء النهاردة هو بيضحي بروحه علشان انا وانت نعيش وعشان البلد دي تكمل بعدا عن اي استخفاف حقير بيتم على بعض المواقع او الكلام لا واحد بضحي بروحه خيرت شباب مصر شباب في عمر الظهور العشرينات واوالي التلاتينات بيضحوا بارواحهم احنا علينا ان احنا نحيي ده على الاقل نروح نطبطب على اهالي هؤلاء الشهداء اتمنى في جنازاتهم الشعبية دي كل من يستطيع ان يذهب الى هذه الجنازات ويشارك ويواسي اهالي الشهداء ونقولهم احنا بنعزي انفسنا قبل ما نعزيكم ربنا يحفظ مصر طبعا من كل سوق اللهم امين لكن الحرب مع الارهاب لن تنتهي بين يوم وليلة ولازم نكون كلنا اجهزة دولة شعب على قلب الرجل واحد مليش دعوا ببعض الخارجين المريقين بس انا بتكلم على البلد اللي احنا هنعيش فيها ونموت فيها بإذن الله زي ما بتطلع حاجات كده وآراء تتسم بالغباء او الخصة تجاه شهداءنا الابرار اللي بيضحوا بارواحهم بتلاقي ايضا مشهد لا تستطيع ان انت تخفله مثلا حتى على المستوى الانساني يعني ان احنا واحنا عايشين في القرى الارضية السبعة تمانية تسعة مليار ناس ما دول احنا كلنا بشر كلنا اولاد ادم يعني انا مليش دعوة لبلونك ولا ببلدك ولا جنسيتك ولا ديانتك لكن عندما تتعرض لمصاب كبير وشاركك على المستوى الانساني يعني التعاطف الانساني تخلل بعضه فيه تلات اعصير قوية بيدمروا ولايات كاملة في امريكا تفاجأ بان البعض عمل يتكلم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعض المصريين وبعض العرب كنت عمل تتصفح المواقع دي شماته ترامب الرئيس الامريكي خد المية وعشر مليار دولار من الخليج عنوة وابتزاز راح دفع متين وتسعين مليار لتكلفة الاعصير التدمير اللي عمله تلات اعصير في ذكرى 11 ستمبر النهاردة عصار ايرما يدمر الولايات الامريكية كان احنا فرحانين او بنشبت في مين في مين اقدمين زينا يا رجل بناء ادم يعني هل انا اتمنى الشر للاخوية الانسان على القرى الارضية ايه حجم القذارة النفسية دي ايه حجم التوحش النفسي ده طب يا سيدي اذا ما كنتش بتشارك اخوك في الانسانية مصابه حط لسانة جوابك واخرص فعلا يعني هعرض لكم دلوقتي فيديو هو طويل شوية يعني ممكن حضرتك ما تكونش عارف يعني ايه هو الاعصار مفكر احنا الحمد لله يعني احنا في مصر ربنا منجينا من الحاجات دي او رحيم بينا بظروفنا باوضعنا بفقرنا بغلبنا ما عندناش الاجهزة اللي تواجدها انت ممكن تفكر ان الاعصار ده شوية هوا كده اللي هو ايه في الشتاء مثلا او تقوم لك عصيفة رملية ممكن حررتك تكون متصور ده بنعيش المأساة لا ده داخل اهو فرصة بقى ده انت قدامك ملايين البيوت ملايين العربيات يعني امام هذا الخراب اه اللي طالع بكمبيوتر بجزم بحزيب يعني فاهم انا ادخل كده يعني انا فاكر اثناء احداث ثورة يناير اه في الايام الاولى لقيت ناس اغلبهم من شباب ودخلوا محلات اه الهايبر ماركت الكبير واركديا مول وكرفور معادية ودخلوا يسرقوا جزم الكوتشيات يعني لو لو بقى انا محروم من الكوتش ده وكذا يعني يعني ما البشر فيهم وفيهم يعني وزي ما بيحصل عندك ده بيحصل عندك ده يعني وانت بتخرج من الاعصار وطبعا يعني نسأل الله طبعا يعني انه يخفف عن اي انسان على وجه القرى الارضية حجم المقاس اللي احنا بنشوفها دي كأنك بتشوف فيلم هليودي يعني في مواطنة مصرية 75 سنة يا ريتة شبابته عارضوا سورته أمه رمزي أمه رمزي بتجسد مشهد لم أجده في غالبية أولادها كثير من شبابنا شباب يعني عشرين يعني تلاتين أمه رمزي دي امرأة مصرية ما هو هي سكنة في شبر بلى 50 سنة بتجر عربية الانبيب دي هي عندها 75 سنة خبطتها على الأنبوبة معروفة هي أرملة جزء مات وسبلها أربع بنات تخيل لم تتخلى عن مهمتها الصعبة دي تخيل امرأة بتشد عربية قد إيه وفيها أنابيب بتجاز عندها 75 سنة اللي هي فكرة كان أسهل لها كان أسهل لها إيه مرمزي إن أنا أقعد على الرصيف ومدي إيدي بس عزة النفس يا أخي يعني إيه إن أنا بقى شحاتة يعني إيه إن أنا تسول رغم إن الست دي تغوز عليها كل الآيات القرآنية كل الآيات السماوية في كل الأديان السماوية إنك تتصدق عليه 75 سنة يعني ده الواحد بيتحل على المعايز 60 سنة يعني بيقولك كده جاب أخره دي 75 سنة يعني جابت أخرها من 15 سنة ربنا يديها الصحة ويزدها صحة ويكرمها في الأخرة ما هو ابن أدم هيعمل معها إيه في الدنيا أتمنى طبعا وزارة التضامن الاجتماعي أي وزارة مسؤولة تشوف حالة المرمزي وتكرمها فيما تبقى لها من عمر في الدنيا أم رمزي وهم موقع البوابة بيسألها وبيعمل معها حوار قالت لها أنا أرفض التتسول ولا يمكن أنا أعيش إلا من عرق جبيني النموذج ده أنا عرضه ليه عرضه في وقت شباب كتير قاعد متسكع ياما على القهوة ياما باديت إيده لأبوه ياما رفض الشغلان أمو 1200 جنيه و 1500 رافض أنت بتخالي المرمزي دي هتكسب كام يعني كام في اليوم هتبيع كام أمبوبة خلي بالك ده مفروض هتشلها وتطلع بيها فوق 75 سنة يا مؤمن عندها أربع بنات ما كلتش ولا ملت ولا قالت أنا عند مغس لا ده أنا عايز أعود عليها وأضرب لي حجرين شيشة وكبيتين شاي وأعود أرغي على الموبايل والواتساب والفيسبوك والكلام ده مش ده العدد كبير من شبابنا بيعملوا النهاردة قلتلك مئة مرة انسى الوظيفة انسى الحكومة فكر أنك تعملوا مشروعك بنفسك في المقابل يخرج نائب أحد سادة النواب بمشروع قانون أستاذ محمد هاني الحناوي عاوز يصرف فيه إعانة بطالة مقدرها ألف جنيه شهريا للشباب العاطل كنائب عن الأمة بنحقه يقدم مشروع قانون طبعا هو شايف أن المشروع ده مطلوب ليه؟ وجهت نظره اللي بيعرضه احنا حاولنا تواصل معه بس تليفونه مغلق حاوله يا شباب معاه يمكن يبقى متاح إنه هو بيقول لك علشان أمنع الشباب إنه يلتحك بالجماعات الإرهابية هو اللي عايز يلتحك بجماعة إرهابية سيادتك مستنى لألف جنيه ده أنت لو اديته مئة ألف جنيه برضو اللي عايز يلتحك هلتحك ده هو الحاجة بقولك وده دور الدولة تجاه الشباب العاطل لا أنت كده بتديله السمكة ما تديله الصنارة أنا صوتي ده تبح بح والله لما قلت ده لو كل محافظ تمنيت إن الساد رئيس الوزراء يجيب المحافظين قدامه ويقول لهم اعملوا لي حصر لكل الأراضي الفضية داخل كاردونات محافظتكم وهاتوا شباب كل حي يعملوا شادر شادر مش عيب يروح يجيبوا بيه الخضار والفكهة من الغد ويبعوه مباشرة لو كل مجبوعة شباب قسموا نفسهم عملوا كشك لتقديم الخدمات المدنية لأهالي الحي اللي عايز يطلع بطاقة أسيم الجواز أسيم الطلاش هل يتوفى وكلام ده بطاقة مرور أرخص كان مشروع بادئ بداية كده وكان ملتحق بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية بعد ما تلغط الوزارة لكن أنا ليه أساعد الشاب على إن أنا أوفر له ده أولاً لألف جناه يجيبوا لك هتعمل ليه وبعدين ده مش هتخليه إنه هو يتحرك بالعكس أدي له ليه السمكة أدي له سنارة طيب الألف جنيه شهرياً يعني 12 ألف جنيه في السنة 12 ألف جنيه هفترض هتديهم عندك كم عاطل بيانات الحكومة الرسمية 3 مليون عاطل بيانات المواطنين في المصر أدي بشتله عن 10 مليون عاطل 3 مليون مواطن في 12 ألف جنيه عمله 36 مليار يا راجل ده أنت لو عملت 36 مصنع كل مصنع كلفته مليار يعني أروح المنوفية أعمل مصنع للسجاد شعير قرية سائطة بشعرة مثلا أروح ليه ناجح حمادي أعمل مصنع عسل سود وصدره برا بيتبع هنا بكم جنيه بيتبع برا بالعشرة يورو في أوروبا العسل السود ده وشغل شباب المحافظة طيب هو أنت ليه تديني ألف جنيه كل شهر هفترض هتدهه من المدة سنتين 3 يعني من 30 إلى 40 ألف جنيه ما تدهمني قرد حسن ما تدهمنيش لله عشان ما ينفعش تفرق فلوس واعمل لي دراسة جد واعمل لي مشروع وسكنني أروح أعمله هي دي الفكرة ما أنت لو وزعت قالك لو فيه واحد مليونير معا مليون جنيه راح على ألف فقير ادى لكل فقير ألف جنيه عدد الفقراء زادوا واحد بيت ألف واحد فقير ما هو المليونير كده أفلس وأنت لو حكومة هتعد على كل واحد تدله ألفين تلاتة أربعة طيب ومعدين بالعكس وأنا بدأ أعلق على الخبر ده أنا جايب لكم إيه أم رمزي اللي هي رمزي فعلا 75 سنة والله الواحد بقى يا ساحي دي اللي تستحق الألف جنيه دي تستحق 5000 جنيه في الشهر بس أنا مش هبقشش مش غيب أبوه يلا يرحمه بس اعتمنى وزارة التضامن تشوف أم رمزي دي وتتبع حالتي سيادة النائب المحترم محمد هاني الحناوي اللي مقدم التصور ده الألف جنيه هو بيقول أنا عايز أبدأ بشباب زويل احتياجات الخاصة ساعتها لو أنت هتدي لشباب زويل احتياجات الخاصة ما قدرش أقول دي يعاني بطالة دي حاجة تتعلق بظروفهم الخاصة أو الصحية لكن أنا بتكلم لا أنا لا أوافق مطلقا منح شباب مصر ألف جنيه شهريا بدل بطالة هديك تقول لي ده موجود في أوروبا لا أنزل يشتغل طالما مرمزي عملت كده لن تستحي ولا ينبغى أن تستحي وانزل أعمل كده انزل بيع نبيب انزل بيع خضار انزل دورة على حتة أرض فضية واعمل لك فيها شادر انزل اتحرك ولو هيتوافق على القرار ده أنا برفضه لا اده للشاب اللي 12 ألف جنيه اللي مش انتها تديني كل شهر ألف جنيه اديني 12 ألف جنيه ان شاء الله أعمل كوشك كل خمس شباب اتلم في ويدهم 12 ألفة دي 60 ألف جنيه يقدروا يعملوا فيه مشروع التوكتوك النهاردة وصل 30 أربعين ألف جنيه هجيبه واشغل عليه عائلين هي دي الفكرة احنا ضد فكرة انك تدي لأي واحد محتاج السمكة لا ادينه السنارة اللي ودى البلد دي في دهية ان الحكومة من سنة 52 كانت مصررة تدي للشعب السمكة لما احنا كتيرنا والسمك قال خلاص مش قادرين زمان كان بيديك سمكة قد دي كده دلوقتي لما بقت بسريها انت متعود على السمكة فالحكومة قتلك جاي ما معايش السمك انما لو هي كانت من 52 معودانا تدينا السنارة هو ده الصح علشان كده مع احترامي ليه مشروع قانون سيادة النائب المحترم محمد هني الحنوي لكن انا بتحفظ عليه تماما لكن في نفس الوقت لا تمنع انه عندما يخطئ اي شخص في مكانه في منصبه يتم محزبته ياخ انا بندهش جدا بندهش انه وبسأل سؤال تافه قد ترى تافه وانت قد بتفرج على قير النار هو اللي بيحصل في اللعب ما بيحصلش في الجد للي بيحصل في اللعب ما بيحصلش في الجد لماذا لا يتم محاسبة المسؤول المقصر في مصر فورا مثلما يتم محاسبة حكم المباراة عندما يخطئ او مدرب الكورة عندما تتأخر نتائج الفريق المباراة كان فيه مطش الاهلي وطلع الجيش المباراة انتهت واحد واحد سيبك ان انا اهلاوه المصر فاندي اهلاوي لكن انا تمنيت ان الفريق الاكثر جدا فيه المباراة هو اللي يستحق الدور طبعا ما تمنى من قلبي با الاهلي لكن حكم المباراة مبارح عمل كوارث كل التعليقات من النقاد والحكام والاستوديوهات التعليق قالت الحكم ده اخط الكل اجمع وان قراراته العكسية ادت الى تغيير نتيجة المباراة فما كان من لجنة الحكام النهاردة باتحاد الكرة اوقفت الحكم الى اجل غير مسمى وبيدرسه نقله الى الدرجة التانية القرار صدر بعد ايه؟ بعد ساعات من مباراة الاهلي وطلع الجيش المباراة صح الكلام؟ القرار اتاخد بسرعة القرار نزل بحق مسؤول وهو مكلف في مهمة فشل وقصر فيها وتسبب في كوارث الرياضة طبعا صناعة وكل الكلام ده على عينه وعا الراس بس ساعة الجد لما بتتوقف الشعوب ما بتموتش ده اسمه اللعب ده اللعب تخيل في اللعب قراراتنا حاسمة بهذا الشكل طب في الجد بقى لماذا عندما لا يقصر المسؤول في مصر لا يتم رقم واحد اقصائه اقافه الى اجل غير مسمى محاسبته المسؤول ده مش شرط يبقى وزير طبعا ده انا ببدأ من رئيس وزراء رئيس وزراء ايه ده بتعايز نطلع شوية لا اخي من رئيس وزراء بتبدأ برئيس وزراء وزراء محافظين رؤساء جماعات رؤساء هيئات مكلفين بمهام هل المهام دي ادوها على اكمل وجه اللي ادها شكرا طب اللي ما ادهاش لا حساب هل يمكن ان ننقن ما يجري في اللعب الى الجد انا اعتقد ان لو ده حصل احوالنا هتتغير تماما وعندما يتم اقاف حكم مباراة اتمنى يتم اقاف عدد كبير من المسؤولين في مصر يكلفوا بمهام كثيرة جدا لكنهم فشلوا فيها وحاقولنا كوارث كتيرة ولو فتحنا التليفونات مش هنخلص هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل عايز اتكلم على انجاز حقيقي الواحد يستحق انه هو يسني عليه كل يوم في المصر فندي القضاء على فيروس سي في بلدي مصر بادر فاصل